يا جماعة من صفات الأنبياء في مسألة الشكر ذكر الله نوح إنه كان عبدا شكورا في مسألة الحلم ذكر الله إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب في مسألة العلم ذكر الله يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه في مسألة التقوى ذكر الله يحيا وكان تقيا في مسألة الإنابة ذكر الله سليمان نعم العبد إنه أواب في مسألة الصبر ذكر الله أيوب إنا وجدناه صابرا في مسألة البر عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي في مسألة الأمر بالمعروف إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة وفي مسألة الخلق الأدب والدين سيد الخلق محمد وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس دين عظيم وقال عطية ومجاهد والضحاك أي أدب عظيم قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده